الاهلي وقصة البحث عن مهاجم هناك رأيه يقول انه الاهلي كإدارة تعاقدات فيه تقصير في عدم التعاقد معهم ده هو فيه تقصير ما تكملش هو فيه تقصير بقى لنا سنتين من جيب مهاجم يعني معلش يعني أنا برضو المعطيات اللي على الترابيزة ايه لكن كتير لا كتير موضوع مش للدرجة دي حتى لو مليا او يعني الارقام مش عالية اوه كابتن دي الارقام عالية بس بقى الاهلي بيتدور على قواليتي معين والقواليتي ده بقى ارقامه كبيرة اوش بقى شين في ايه حاجة طب وانت هتعمل ايه هتبطر تدفع انت المفروض اللي انا عرفه يعني المفروض بالكتير اوه السابط هتعلن عن المهاجم هتتعامل معه ازاي او تعملت معه عمليا ازاي يعني وصلت الحل صح يعني اللي راح بكرة قال لك انا جبت مهاجم باربع مليون دولار ده بالنسبة لك هيبعادي ولا شايفه مش عادي لا ما هو الموضوع لو فتحته هتلاقي نفسك عمال بتوصل لابعد لكن هينسبني فيه 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 فراودة كتير كويسة باسعار اقل كمان باسعار اقل بطولة افريقيا طول الوقت انت موجود فيها اسمك كبير جدا لكن هيا المشكلة انك تختار انا بشوف انه المسألة حاسس ان فيه حاجة في انك تختار كريم سهلة انا بشوفها سهلة انك تقعد الوقت ده كله انا شايفها انه كتير